خلونا ننتقل لخبر آخر نهاردة استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قداسة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية وحوالي تسعين شاب من المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب عشرين اتنين وعشرين بيقام في نسخته الحالية تحت عنوان عودة إلى الجذور مهمة ويدا ده في مقر رئاسة الوزراء في مدينة العالمين الجديدة وخيني هكلمك شوية على مقر رئاسة الوزراء ده شوية كده لحظة كده بس لما كمل النهاردة أكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته إن المصريين بيشتغلوا مع بعض كناسيج واحد وأن مصر تستوعب كل أبنائها بلا تميز ولا تميز ولا تحيز رئيس الوزراء قال للشباب اللي كانوا حاضرين أتمنى أن تكون زيارتكم لمصر فرصة عشان تشوفوا بنفسكم حجم التنمية الكبير اللي تم إنجازه في مدينة العالمين الجديدة ولفت إلى إنه من خمس سنين لما كان وقتها بيتقلد مسئولية حقيبة وزارة الإسكان ما كانش في الموقع ده اللي هم قاعدين فيه وحواليهم طوبة طوبة وحدة كانت المنطقة كلها عبارة عن ساحل رملي فقط تعالي هنا في الحتة دي تحديدا أفكرك وافكرني وافكرنا كلنا وإحنا مش كلنا طلعنا للحتة دي وشفناها مرة أو مرتين زمان أو قريب يعني قبل 2018 كان فيه أي حاجة ده ماضي قريب جدا جدا ليس بالماضي البعيد علشان تنساه إنت إزاي تنساه طيب هو العالمين دي مدينة أشباح ولا الناس رايحة والناس جاية والناس بتاكل وبتشرب وبتنزل للبحر وبتنبسط وزيارات اليوم الواحد موجودة والقوتلات مليانة والناس اللي بتشتري شقق في الغالي موجود وفي المتوسط موجود وفي بتاع أهالينا الإسكال الاجتماعي موجود الجامعات بتتفق مفتوحة مفتوحة وشغالة يعني ما هياش مدينة أشباح عشان ما يجيش حد برضو يهبد معا كلك ايه بيبنوا مدن للأشباح تعالي فأولا يعمل ايه كده عم بتاع ما بيحب اولا يلبس جاكتات حمرة كمان مقيم لا المسألة مش كده المسألة ما هياش مدينة أشباح كل حاجة موجود حفلات موجود موسيقى موجود كل ألوان الموسيقى والفنون والغناء كل ألوان الترفية المصيفية موجودة للغلبان فيش حد يسموه غلبان لا لأهالينا الطيبين قبل أصدقائنا الأغنية ولا أنت نسيته الشاطئ المجاني اللي أنا عارضت لك بدل الصورة منه أربع صور وبالمناسبة أهالينا يحكموا مش أنا اللي هحكم طيب تعالوا نكمل وهنا تحديدا فيما هو متعلق باللي قاله قدسة البابا طوادرس قال أنه يوجد في المدينة كنيسة القديسة مارينة في الساحل الشمالي وأنه كمان بيتم بناء كنيسة جديدة ولفت أن كل هذه الإنجازات اللي بتتحقق في مدينة العالمين الجديدة هي مجرد عينة لما يجري على أرض مصر من تطوير قدسة البابا طوادرس قال الشبان اللي كانوا حاضرين لا تصدق أي إعلام يقدم صورة مشوهة عن مصر ولابد أنك تضع في اعتبارك الصورة الجميلة اللي أنت شايفها بعينيك على أرض مصر واقعيا واللي بتتحسن يوم بعد يوم بل وتبقى لقدسة البابا ساعة بعد ساعة كمان ينبغي عليكم ده في كلامه للشباب أنكم تنقلوا الصورة دي للبلاد اللي أنتم عايشين فيها وتكونوا خير سفراء لهذا البلد لو سمحت لي أزيد الكل من الشعر بيت كل واحد فينا ينفع يبقى سفير مش سفير بالمنطق الدبلوماسي سفير أي ناقل للوضع أنت تريد أن تنقل وضعا حقيقيا براحتك عاوز تنقل وضع غير حقيقي وفي خيالك بمبالغة غلط ما تبلغش عاوز تنقل وضع مشوه برضو غلط بس براحتك فيش حد هضربك على إيدك ولا هتاخد وسام بس هتاخد شرف لما تنقل وضع حقيقي لما تنقل صورة حقيقية هتقف قدام نفسك حاسس أن أنت إنسان محترم وشريف وده المهم شكرا